أيام قلائل وتستلم الكويت مقعدها في مجلس الأمن كعضو غير دائم لعامي 2018 و2019 مركز سعود الناصر الدبلوماسي أقام ندوة عرف فيها نائب وزير الخارجية أولويات دولة الكويت ودورها الفاعل الذي ستقوم به خلال فترة العضوية هناك علاقات وثيقة لدولة الكويت في العديد من الدول ستستثمر دولة الكويت هذه العلاقات لخدمة والتفاعل مع القضايا التي ستكون مطروحة على جدوى الأعمال المجلس الأمن وهي الحقيقة قضايا تهم الأمن وتهم السلم وتهم التنمية وتهم العمل الإنساني وبالتالي هي قضايا العالم هي قضايا الكون ككل أهمية مقعد عضوية مجلس الأمن جعلت المنافسة المحتدمة بين المرشحين له إذ كانت تقديم على الترشيح منذ عام 1995 ليأتي الدور العام المقبل اتصلت في الأمم المتحدة وفي المجموعة الأسوية التي ننتمي إليها لكي أرى متى ممكن أن نضع اسمنا كمرشح نحجز مقعد في القارة الأسوية ليس في المجلس الأمن في القارة الأسوية التي ننتمي لها في ذلك الوقت سنة 2022 الذي حصل أن بعض الدول لأسباب خاصة بها سحبت ترشيحها نيابة عند مجموعة الأسوية فوقع حظنا على سنة 2018-2019 إذن وبعد 40 عاما ها هي الكويت تعود كعضو من ضمن الأعضاء العشرة غير الدائمين ممثلة للدول العربية والإسلامية في هذه المنظومة العالمية لتلفزيون المجلس رياض العبادي